دايماً نظرة الاتحاد الدولي للنادي الأهلي وعلى رأسهم انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي دايماً مختلفة من يوم أن تولى انفنتينو رئاسة الاتحاد الدولي على ما تذكر في عشرين ستاشر وهو مش شايف في كارة أفريقيا غير النادي الأهلي كل محفى العلام يروح يلاقي خير سفير للكرة المصرية هو النادي الأهلي سواء في الدوحة اللي انطلقت البطولة في قطر والنادي الأهلي بيحصد المدالية البرونزية وأداء مشرف وأيضاً جماهير النادي الأهلي اللي بتكون في الموعد جماهير النادي الأهلي هي اللاعب رقم واحد انفنتينو راح الإمارات لقى أيضاً النادي الأهلي متواجد بأداءه المشرف وعروضه القوية وأيضاً بالمدالية البرونزية وقبلهم بجماهير النادي الأهلي اللي بتنجح أي بطولة رحنا المغرب آه ما وفقناش نحن ناخد مدالية فيها لكن كان الأداء رائع سواء وانت بتفتتح قدام أوكلاند سيتي قدام ريال مدريد بوكا جونيور وكان أداء أكثر من رائع وفي البطولة الحالية اللي انتهت يوم الجمعة الماضي يعني أداء مشرف للنادي الأهلي تعالوا نشوف إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي قال إيه عن النادي الأهلي الله يبرك فيك ميستر إنفنتينو يعني هو دا كلام رئيس الاتحاد الدولي وهو يعني بيقول إن النادي الأهلي هيكون متواجد في البطولة القادمة عشرين خمسة وعشرين في أمريكا هو دا قدر النادي الأهلي وهي دي مكانة النادي الأهلي علشان كده يا جمهور النادي الأهلي لازم تكونوا فخورين بالنادي الأهلي العظيم لازم تكونوا فخورين بمجلس إدارتكم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وباقي مجلس الإدارة بكل القائمين على مجال كرة القدم في النادي الأهلي باللاعبين وقت الانتصار في ناس مش حبة الناد الأهلي يكون في المكانة ده في المكانة دي في ناس مش حبة أن دايما الناد الأهلي يكون على المصاد تتويق في ناس حبة دايما تقلل من الحدث للناد الأهلي موجود فيه تخيالوا لما يتقال لما الناد الأهلي بياخد بطولة أفريقيا يقولك أصل الدوري أقوى من بطولة أفريقيا الناد الأهلي ياخد الدوري يقولك أصل بطولة السوبر أفضل من الدوري دايماً بيقللوا من الحدث العالمي والكبير النادي الأهلي فيه عشان كده هو ده قدر النادي الأهلي استوقفني في أحد البرامج أحد البرامج يعني والمزيع بتاعها واحد نجم أهلاو كبير سابق كابتن محمد فاروق كابتن محمد فاروق هو واحد من أبناء النادي الأهلي لكن في برنامجه دايماً الضيوف لو بيشكر في النادي الأهلي تلعى عشرة في المية لكن تسعين في المية قلل من لعبة النادي الأهلي قلل من كولر رغم المكسب ورغم الأدايا العالي قلل من بطلات اللي بيدخل فيها النادي الأهلي أخيراً كان مستضيف الكابتن أسامة حسن كابتن أسامة حسن قبل ما ينتقل لنادي الزمالك كان واحد من لعب النادي الأهلي وأنا حضرته في قطاع النشيب النادي الأهلي قعد فترة وقعد سنين طويلة في قطاع النشيب النادي لأهل الكابتن أسامة حسن لكن يعني ما حلفوش الحظ أنه يلعب في الفريل أو اللعب على فترات وقال إيه لو بعد كده انتقل لأندية أخرى وراح نادي الزمالك استوقفني لما الكابتن أسامة حسن مع كابتن محمد فاروق واثنين يعني كانوا من نجوم النادي الأهل واثنين سبق لهم اللعب في النادي الأهل ويكون الكلام على كأس العالم الأندية ومنديال الأندية أنها بطولة ضعيفة إزاي بطولة ضعيفة يا كابتن أسامة يعني إزاي بطولة ضعيفة وفيها أقوى أندية القرات فيها أقوى نادي في أفريقيا في أمريكا الجنوبية في أسيا في أوروبا إزاي بطولة ضعيفة وأنت بتلاقي بالتحاد جدة فريق القيمة التسوقية بتاعته ما يقرب من 120 مليون يورو